اشتركوا في القناة وبالتالي هل فعلا الكاظمي قد دخل معركة التغيير الامني او المناصب بشكل مبكر ما هي حقيقة الانزعاج السياسي من بعض وليس الكل من بعض الكتل السياسية سواء السنية او الشيعية منها ازا هذه التغييرات هل فعلا سيسكت الكاظمي على الخروقات الامنية الاخيرة وعلى القصف المجهول ام ان للكاظمي رأي اخر لدينا تقرير ولا نعود اول ما استلم مصطفى الكاظمي مهام رئيس الوزراء اغلب الكتل السياسية ايدته ودعمته بس وراها تغير المشهد وعرفنا ان بعض المواقف ما راح تبقى على حالها اي نعم خصوصا بعد خطواته الامنية الاخيرة اللي صارت بالدورة واللي صارت ايضا بتغيير بعض المناصب الامنية سيطرت على كم منفذ حدود بدياله راح نتحدث عن كم موقف في عدم قبول الاوضاع الحالية وخطوات الكاظمي مثلا الناب عن تحالف الفتح محمد كريم قال قدمنا طلب لرئيس الوزراء لغرض الاستضافة بالبرلمان حتى نعرف منه ليش هاي الاخطاء المستمرة وليش ماكو تغيير ملموس على ارض الواقع بما يتعلق بملف التحركات الامريكية والتركية وغيرها عدم الرضا عن حكومة الكاظمي مستمر هاي المرة ببيان صحفي على لسان نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي من قال يا الحكومة ما تقدر تفتح اي ملف فساد او محاسبة اي فاسد وهذا صمت ما مقبول حسب قوله بس يمكن الاخ الكعبي نسى ان رئاسة البرلمان اتناست او نست ملف طعون النواب الفائزين اللي يمكن يعرفوها ويحرفوها عموما عجلة التوقعات مستمرة بحكومة الكاظمي وهاي المرة بهاء العرجي متشائم جدا بهذا الوضع وقال بتصريح لمتلفز قبل ايام واهم من يعتقد بان لجنة التحقيق باختيار الهاشمي ستصل لنتائج يعني بين قوسيا يريد الاعرجي قول الكاظمي حال حال لقبله ما يقدر يحرق خطوة بهيش ملفات حساسة جدا حسب تصريحاته العصورة دقول الكاظمي مقبل على تسوية سياسية مع المكون الكردي وذهب باتجاه ارضاء المكون السني اللي لحدها سزعلانين عليها بسبب خياراته الاخيرة ويجون النواب من تحالف الحلبوسي هنا ببرنامج الثامنة ويبقون يعددون المناصب الامنية اللي كلها بيد الاخ الاكبر يا ترى اصلاحات او خطوات الكاظمي وين راح توقف وشلون نقدر نقراها في قادم الايام الله اعلم مرحبا بكم مشاهدين الكرام اناقش في هذه الحلقة مع ضيفي الكريم الاستاذ الدكتور نعيم العبودي الناطق الرسمي باسم كتلة تصادقون النيابية ضيفا كريما حياك الله دكتور حياك الله صالح كيف تعلقون على تأخير اعلان نتائج التحقيق في اختيال الاخ الهاشم بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك السادة احمد وليقناة الرشيد ومشاهدكم الكرام بدلا هي كثير من الاختيالات التي حصلت في العراق لحد هذه اللحظة لم تصل اللجان التحقيقية لمن هو الفاعل وهذا طبعا لأسباب عديدة أسباب يعني الأجهزة الأمنية ليس بمستوى مثلا التحقيق يعني طبعا هناك شخصيات كبيرة جدا ولا لديها الخبرة ولا لديها القدرة ولكن كما تعرف خصوصا في الجانب الأمني وفي الجرام ذات طابع جناي تحتاج أن يكون هناك تكنولوجيا تحتاج أن يكون هناك الأجهزة الأمنية فيما بينها هناك غرفة مركزية واحدة تدير هذه الأجهزة الأمنية لحتى هذه اللحظة أنا أعتقد بأن هناك خلل واضح جدا طبعا ربما نتفر بأنه ربما أن يكون هناك خلل طبيعي جدا الانتقال على مستوى الدولة من 2003 إلى يومنا هذا ولكن هذا ليس بمعنى أن نبقى نراح نفس هذا المكان يحتاج أن تكون هناك خطط استراتيجية لإدارة الدولة خصوصا لأجهزتنا الأمنية نعم نحن في مرحلة من المراحل كان هناك انتصار كبير جدا لما قام به العراق في مواجهة داعش الإرهابية وتعرف كان هناك دعم دولي كبير جدا لا دول الإقليمية ولا دول الدولية كانت مثلا المحيط الدولي كان مثلا المسان للعراق بصورة كبيرة جدا والعراق احتمد بعد الله على نفسه وفتوة المرجعية وواجه هذا الاحتلال الإرهاب التكفيري والحمد لله انتصر ولكن للأسف المستوى الجانب الأمني والجانب الاستخباراتي لا يلقى لها مستوى الجانب العسكري حتى اللحظة؟ لحتى هذه اللحظة طبعا لأسباب هناك المخ العراقي والشخصية العراقية هي شخصية ذكية ولديها القدر وأنا تعرف أن إجهزتنا الأمنية تحتاج أن يكون هناك أول مرة قوانين يحتاج لها مثلا ميزانية تحتاج جانب التكنولوجيا أيضا مهم جدا بهذا الجانب كل هذه الأحداث ربما تلقي عفوا بضلالها على مثلا الجرام ذات الطابع جناي أو حتى الطابع سياسي بل بالعكس لدينا جرائم كثيرة واختيالات لحتى هذه اللحظة لم تعرف مثلا؟ كثير من الاختيالات يعني العراق من 2003 اليوم من هذا كثير من اللجانتها يعني تعتقد هذه اللجنة المشكلة باختيال الأخ أبو عيسيا الله يرحمه يعني ستسوف لا مو تسوف ستموع لا وليس تسوف لا مو تسوف ولكن أقول يحتاج أن يكون هناك جهد أكبر استخبارات وجهد أمني يعني هو الموضوع ليس موضوع مثلا فقط الشلطة يعني جرائم يعني خصوص عصابات الإرهاب والتكفير وعصابات يعني الشارع الموجودة في العراق تحتاج لها جهد أمني واستخباراتي خصوصا ونحن نعرف بين دكتور هشام الهاشمي يعني كان ند واضح جدا المجامع الإرهابية والتكفيرية وبالتالي كان هو يعني حتى معلوماته ودقته وبحثه كأكاديمي كانت دقيقة جدا استفادت من عدها الدولة كجهاز أحتقد جهاز الأمن والمخابرات وجهاز المستشاري الأمن الوطني كان يعني يعني باتصاد دائم وتواصل دائم مع الدكتور هشام الهاشمي هذا ربما وضعه أمام يعني خطر كبير جدا ممتاز الكاظمي أثناء زيارته دكتور حتى نغادر هذا المذكر لعائلة الشهيد قال من قتلك ليس عراقي هل تعتقد أن فعلا من قام بهذه العملية وخطط لها ليس عراقي حسنا ما أعرف يعني تتفق في هذه الرؤية؟ ما أعرف يعني القصد ما للسيد الرئيس الوزراء هل القصد بأنه الجنسي معراقي أو لا بأنه عدم انتماء للوطن العراق ما أعرف هذا يسأل بي السيد الكاظم ولكن في كثير من القضايا الأساسية والجرائم أنا أعتقد بأنه نذهب يجب والتركيز على قضية الأمن والاستخبارات وجهاز المخابرات لتقوية هذه الأجهزة حتى نستفاد من عدها في مواجهة هذه العصابات طيب السياسي ليس شبر في حلقة وياي ذكر أنه السيد الكاظمي كلف الهاشمي بإعداد تقرير لهيكلة الحشد أو في إعطاء رؤية أمنية لهيكلة الحشد الشعبي كانت الخطوات الأولى هو بإبعاد السيد الفياض وبالتالي حدث ما حدث من وضع أمني أو من تحسس بعض الشخصيات هل تعتقد أن بتغيير الفياض دخل الكاظمي معركته الجديدة؟ لا بعيد كل البعض شوف بعض المحللين بعض الشخصيات بغض النضاع المسميات يحاول أن يركز في القضية في الجو مثلا بالإعلام لأسف الشديد تصطيح للمشاهد تصطيح لسرعة عامة للمواطن العراقي فيحاول أي شيء بالتفاته يقوله بدون مثلا تبعاته وشنو التأثيراته لذلك أنا أعتقد أن هذه معلومات مغلوطة تماما بعيدة كل البعد عن الواقع نحن نتمنى أيضا للحكومة العراقية بأن يكون لها دور كبير جدا في الكشف عن جريمة الدكتور هشام الهاشمي وكذلك كل الجرام ولذلك نحتاج بأن تكون هناك بلورة وعادة نظر في هيكلة الأجهز الأمنية أما قضية موضوع الحجد الشعب وهيكاة الحجد الشعب أنا أعتقد بعيدة كل البعد ولم يكلف أصلا السيد الكارمي الدكتور هشام الهاشم بهذا الجانب لأن هناك قيادات موجودة للحجد الشعبي هي لديها رؤية واضحة جدا في عملها وتواصل الحجد الشعبي هو مؤسس من مؤسسات القواتنا المسلعية العلاقة واضحة جدا ما بين السيد الفياض والحاج العامري والشيخ الخزعلي هذه العلاقة يعني مستمرة على المستوى السياسي على المستوى الاجتماعي حتى على المستوى الفكري حقيقة هل تعتقد أن السيد الكاظمي أصاب بإبعاد الفياض وتعيين قاسم العرجي بديلا له هل تعتقد أن السيد الكاظمي أصاب في تعيين الفريق الأسدي وإبعاد أيضا بعض الشخصيات الأمنية تعتقد أن الفياض بتغييره هو يريد الكاظمي ربما يغير المشهد الأمني تتفقون أم لا؟ لا نحترض بالعكس ما دام أن هناك الشخصيات مثلا السيد عبدالغني الأسدي لا غبار عليه من الشخصيات من قادة الانتصار وبالتالي نحن نكون له كل الاحترام والتقدير لا تشوبه شائبة كان بطلا مقداما في جبهات القتال ولدينا العلاقات الطيبة معهم وبالتالي ليس لدينا هناك احتراض نعم ربما البعض يحترض من الجانب القانون وغير هذا جانب آخر ولكن كجانب كشخص السيد عبدالغني الأسدي بالعكس ليس لدينا احتراض وكذلك السيد قاسم العارجي أنا أعتقد بأنه محط قبول كل الأطرار وبالتالي أيضا لا احتراض بذلك فما أعتقد بأنه هناك خلاف يعني أو عدم لا لحد هذه اللحظة لا توجد نحن بالنسبة صادقون صادقون وكفتح بصور عامة نعم أتكلم الآن كصادقون وفتح بصور عامة أقول بأنه نحن اشترطنا بأن الشخصيات الأمنية لا نريد أن تكون مثلا هوى شخص معين لذلك عندما نحترض على بعض فريق السيد الكارمي نحترض من جانب المهني نقول هناك بعض من فريق السيد الكارمي لديه عقدة بأنه كل ما عداه يجب أن يكون عدوا نحن نظرتنا للدولة بأنه يجب أن يكون هناك الكل يشترك لديه مساحة مشتركة مع الآخرين هكذا عقلية وهكذا يعني منطق لا يمكن أن يبني دول فلذلك نختلف بهذا الجانب أما بالجانب الآخر عندما نختار شخصيات وطنية وشخصيات مهنية من حقنا أن نعطي ربما ملاحظات هنا وهناك ولكن بصورة عامة بصورة مجملة أقول إذا انطبقت الصفات الوطنية والمهنية على هذا الشخص فنحن أكيدا التغييرات الأمنية كجنابك كصادقون نيابية ككتلة نيابية هل أصاب السيد الكاظمي بالتغييرات الأمنية الأخيرة؟ هنا سؤال لا هي طبيعي جدا أن يكون هناك تغييرات طبيعي لأشياء زينا منها تعرف مثلا مستشارية الأمن الوطني والأمن الوطني والحجد الشعبي كانت مناصب بسبب وضع الدولة والتلكمات أحسن الاختيار؟ هنا سؤال لا أقدر أقول أحسن الاختيار أو عدم أحسن الاختيار الشخصيات الموجودة سيد قاسم العراجي من الشخصيات الوطنية والشخصيات أنا أعتقد محط قبول للجميع سيد عبدالغني الأسدي أيضا قتلك بأنه شخصية أيضا مهنية ووطنية بالتالي نعطيهم فرصة للعمل أنا أعتقد بأنه متفائل سواء بالأخ السيد قاسم العراجي وكذلك بالسيد عبدالغني الأسدي بأنه يقدموا فتشي لهذه الأجهزة خصوصا ونحن نعرف بأنه هناك بعض الصلاحيات بالمستشارة الأمن الوطني يجب أن تفعل أكثر أنا أعتقد بأنه تنجمع كلها بشخص واحد ربما السبب إرضاك لذلك الآن الجهاز الأمن الوطني ومستشارة الأمن الوطني كل جهاز عليه شخص أنا أعتقد بأنه هذا مهم جدا لأنه يعطي منافسة ويعطي حيز لهذا الشخص أن يعمل ومستشارة الأمن الوطني مهمة جدا أيضا ننتظر من السيد قاسم العراجي بأن يمل هذا المكان وإن شاء الله هو على قدر هذا المسؤول ممتاز خلينا بالجانب الأمني والتغييرات الكاظمي عفوا دكتور نعيم التغييرات الأخيرة أو تحركات الكاظمي بتعيين أو إعفاء أو تغيير أو تنصيب شخصية معينة لمهمة حكومية أو أمنية تعتقد المزاج السياسي الآن هو الضغط بهذه الخيارات يعني اليوم مزاج الكاظمي مثل مزاج عادل عبد المهدي أكو ضغوط أكو مزاج سياسي يتدخل في هذه التفاصيل بصراحة دكتور لا يختلف تماما لتعرف كل مرحلة إلها رجالها وإلها وضحها وتختلف تماما يعني مرحلة سيد الكاظمي تختلف عن مرحلة سيد عادل عبد المهدي مثل ما هي مرحلة سيد عادل عبد المهدي تختلف تماما عن مرحلة الدكتور حيداري عبادي كل شخص له يعني مثلا شخصيته تفرض يعني إلها فد حيز معين أحكي له بها الشخصية دكتور العوامل معينة الشخصية خليه أخفص الجانب شخصي لا أقول كمزاج سياسي بالعكس أنا الكاظمي ربما أعطيت فرصة إلى كبيرة جدا بأن يختار الأول مرة بالمناسبة بأن الحكومة تكمل بصورة سريعة كابينته كاملة هذا دفع قوي جدا بالجانب السياسي وفي نفس الوقت أيضا عليه أن لا يعني يغادر وضع المجلس النواب وكذلك الوضع السياسي حتى نكون واقعيين أيضا لأن نحن نظامنا هو نظام برلماني بالتالي أكو فرصة كبيرة جدا أعطيت لسيد الكاظمي أعطيت لأن هذه الحكومة هي حكومة حل المفروض لديها مهام معينة اللي هي انتخابات المبكرة ونحن كويتل الصادقون في أكثر من موقف وأكثر من لقاء نبين بأنه يجب أن تكون هناك إجراءات عملية لهذه الانتخابات المبكرة نحن بالنسبة لنا دعمي لهذا فلذلك الشارع يجب أن يفهم بأنه هذه الحكومة جاءت لانتخابات المبكرة أيضا الحل الوضع الاقتصادي وجائحة كورونا كل العوامل وكل التنازلات وكل التسهيلات التي أعطيت لسيد الكاظمي من جانب الكتل السياسي ومجلس النواب هو من أجل هذه المهمات الثلاثة هناك ملفات عديدة هسا أكيد تقول لي بأن هناك مثلا بطالة وغيرها صحيح كلها موجودة ولكن أنا أعتقد أنها سوف تكون تفصيلية لأن هذه الحكومة لا يمكن أن تستوعب كل الملفات لأن عمرها يعني الدستوري هي 22 حتى يعني ما نروح شوي دكتور بعيدين عن السؤال اللي أنا قصدته من يجي تغيير أو من يصدر تغيير هذا التغيير بإرادته أم بضغط سياسي أم بتليفون لا أنا ما قلت لك إحنا أعطيت الخيارات للسيد الكاظم بهذا الجانب يعني خيارات الأسادي أو الأعرجي خيارات سياسية خيارات السيد الكاظمي حصراً طبعاً هذا اللي تفقت الكوتسي يعني لا فتح الدخل ولا سايرون الدخل أبداً 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 سيد قاسم الأعرجي ليس مرشح الفتح إنما اختيار السيد الكاظمي وإحنا قلنا بأنه اختيار خصوص الأجهزة الأمنية تختارهم بس من حقنا نضع الفيتو إذا الشخص مثلاً غير مناسب لأن إحنا ما نريد أيضاً مثلاً أن يصير هذه الحكومة حكومة قروبات وغيرها وشخصية فلانية وشخصية فلانية كون شخصية وطنية شو كنت تعرفه غير مناسب دكتور نعيم حتى تطو تقييم السيفي مالته السيفي مالته واضح بينهم شخص مهني شخص وطني فمن حقنا اللي خلاهم مهنيين حتى نغادر شلون اللي خلاهم مهنيين يعني الآن أنت شو تقول أنا سيلك هذا السور السيد عبدالغني الأسادي الرجال والله أنا أشوف مواقع السوشال ميديا وقاسم الأعرجي وسيد الأسادي وسيد السعال يبقى ضجت مواقع التواصل بدعمهم أتكلم عن السيد عبدالغني الأسادي بأنه شخص مهني وشخص وطني وصاحب معتقادة الانتصار أنا أتكلم محدد سيد عبدالغني الأسادي أتحدث أيضا عن السيد قاسم الأعرجي شخص لديه خبرة بهذا المجال وبالتالي لا أعتقد بأن هناك كان احترام عليه السيد عبدالوها بالساعد عبدالوها بالساعد بصراحة هناك هناك من يقول مؤيد وهناك من هو رافض تؤيدون ما احترضنا ما احترض تؤيدون احنا ما احترضنا أعرف تؤيدون هذا ليس بالضرورة فبالتالي لدينا تحافظات حقيقة في بعض القضايا لدينا تحافظات حقيقة أبرز هذه القضايا عدا داعش وعدا من على قضايا الأمور لكن في أي تفصيل يعني ليس أعتقد يسألوا أكفت شيء مثلا شيء واضح جدا مهم يعني تكلمنا بصورة صراحة ولكن هناك ربما تحافظات هنا وهناك هذا ما منعنا بأنه احنا ما احترضنا ممتاز جيد دكتور نعيم ككتلة صادقون هل أنتم مع الظاهر اللي شفناها اللي يطلق صراحة بعملية الدورة إذا تذكر جنابك يعني المداسات كانت على صور الكاظمي من بعد الفراج عنهم قصدك العملية الدورة اللي صارت عملية البعيثة أحسنت البعيثة اللي تم اطلاق صراحة أحتقد أن أكون عملية ثانية يمكن الدورة البعيثة البعيثة بالضبط اللي صار اعتقال أكثر من ورما أفرج عنهم داسوا الصور بالكاظمي هل هذه الظاهرة أنتم معها ككتلة نيابية لا أكيدا لا أكيدا طبعا نحن رفضنا الاحتقال اللي صار وواضح جدا بأنه كان خطأ استراتيجي قام به رئيس الوزراء يعني على معلومات مغلوطة معلومات غير صحيحة قام به جهاز مكافعة الإرهاب وبالتالي يعني جهاز الحجد الشعبي هو جهاز يعني مهم و يعني كان له الكعب المعلّف في الانتصار مع أخواني وإشقاء من التشكيلات العسكرية الأخرى بالتالي العملية التي حصلت في عملية هذا الاقتحام والذل للشباب كان غير مرضية أبدا ذلة؟ طبعا الاحتقال وغيرها وبعدين طبعا كل المعلومات خاطئة إلا أكو اتهام على شخص اتهام على شخص يعني معلومات من الأمريكان أحتقل بال2006 و2007 كان ربما مواجه للأمريكان هذا حتى القانون العراقية ما يعاقب عليه وبالتالي كانت معلومات خاطئة طيب ما حصل من ردات فعل مثلا استحق على هذا طبعا أكيد السيد الكاظم هو مقضية الشخص الكاظمي سنتفق أو نختلف هو رئيس الوزراء بالتالي هذا المنصب يمثل يعني يمثل دولة ويمثل الشخص الأول للعراق أكيد هذه الاندفاعات ربما والملاحظات لدينا تحفظ عليها ربما لك من جانب العاطفي الحكومة والدولة عليها لا تتعامل مع هذا المنطق ومع هذه الردات الفعل ربما تكون صائبة وربما تكون خاطئة في بعض الأحيان بردات فعل أيضا الدولة والرجل الدولة يجب أن يحتوي الجميع وبالتالي هذه أنا أعتقد بأنه كثير من الأخطاء يحدث يعني حتى في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الدول الأوروبية وفي الدول الديمقراطية مثلا يمزقون صور رئيسهم أو حتى يسحقون أو يحرقون أعلامهم هذه مسألة طبيعية جديدة بس حضرتك ككتلة نيابية وناطق رسمي حضرتك تتحفظون على ردات الفعل اللي صارت كلامي دقيق لا تقوّلني كلامي دقيق أقول بأنه ربما بعض الأحداث يعني تصيب أو تخطأ وهذه الملاحظة اللي صارت مثلا بالعراق مثلا الصيب الدول الأوروبية وصورة حتى الأمو الديمقراطية بأمريكا مو يعني يضربون رئيس الدولة أجل لكم الله حتى بالحذاء يحرقون أعلام يحرقون كذا كذا الدولة تتعامل معهم بأن هذه ردة فعل هذه ردة فعل وابد بس أقول ردة فعل وكو تحدي لا لا مو تحدي اللي صار تحدي لا لا مو تحدي هذه أيضا ردة هذا حب ضحك ذلك تحدي ولا ردة فعل لا لا ردة فعل باحتبار هؤلاء أيضا شباب وتعلضوا إلى أذى وعتبوا يعني فلذلك كانت هناك ردات فعل فلذلك أيضا حتى هم المناسبة المفرز التي احتقلت هؤلاء يعني هي نفسها القاضي قالت لم نجد أي منصة هنا لأنها تهمها بالبداية هنا منصات تضرب منطقة الخضاء فتبين بأنه لا توجد هناك منصات فبالتالي طبيعي جدا عندما تكون هناك ردات فعل على هؤلاء الشباب فإن الآن من أخذك بتهمة كيدية وسجنك وكذا ربما تتكلم بكلام ربما أو تصلف معين طبيعي جدا هذا ممكن وارد له غير وارد وارد له موارد إذا موارد حتى نسوي لك في الترطيب فأقول هذا وارد على الدولة أن تحتوي هذا الجر طيب دكتور بعدكم يعني يعني بعد هذا الاعتقاد السائد أنه حكومة الكاظمي قريبا من الميور الأمريكية يعني برأيي طبعا أكيد شنو الدليل دكتور يعني نحن نتمنى بأنه يعني ما نقول مثلا يجب أن تكون الدولة لديها علاقات دبلوماسية وعلاقات سياسية مع كل هذه الدول وبالتالي أنا حتى هذه الميور حتى يعني تبدد هذه الشكوك وهذه مثلا الميولات مثل ما تفضلت بها بأنه لدينا هناك قرار ظلماني وهناك رأي شعبي جيد وهناك قرار حكومي سابق بطارد القوات الأجنبية من أرض العراق وجد ولتها طاردها؟ طبعا زين ليش؟ زين كم شو طردتها هاي وقفتها؟ لا 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 استرزي دائم الكاظمي وحكومته يقول لك لا احنا عدنا ما قال لا اكو اتفاقية والاتفاقيات كانت اتفاقات تراكمات ولذلك احنا نشوف من المصلحة الأمنية يا اتفاقية والاقتصاد اتفاقيات اللي بيهم المالكي والأبادي على القرار الأخير اتفاقية انت هنا هي 2011 زين ما تتيح لتواجد قوات أجنبية قوات الأجنبية التي وجدت هنا بين قوسين يعني التحالف الدولي هذا بطلبنا الحكومة 2014 بأنه يا بنا احنا محتاجين داعش زين اجت الحكومة اللي بعتها قال يا بنا احنا من احتاج هاي القوات يا بنا طلعوا توكلوا على الله زين اجت المجلس النواب وهو اللي احنا تعرف النظام النظام باللماني أعلى السلطة هو صدر مجلس النواب صدر قرار بأنه يا بنا احنا ما ضيد قوات أجنبية بأرض العراق فلابد ان السحاب كله ايضا كانت هناك رأي شعبي اول مرة بغداد تحترن هكذا جماهير غفيرة طالبت بخروج الاحتلال الامريكي وانا اسأل سؤال ما هو الداعي لوجه قوات أجنبية على أرض العراق اكوا واحد يعني الداعي اي ما هو الداعي انتوا رأي ديني ها انتوا رأي ديني يا الله الامريكان يقول لك اكوا اتفاقية ما اكوا اتفاقية لا معهم دكتور احشي لك من الأخير بلا عليك لا تزعل دكتور الامريكان وره في انه ثلاثة يجوغ غيره صدام استولوا على النفط واستولوا احتلال صح ولا اني غلطان اكيد بهذه السهولة بهذه السهولة يجون يوافقون على طلب أغلبية عضاء البرلمان بإخراجهم أو طردهم مثلا قدموا دماغ قدموا خسار جيد جدا جيد جدا شنو الحل جيد جدا معناها انت تقول بان هؤلاء بانه سوف يخالفون القانون ولا يخرجون فهل هناك شخص يقبل اي شخص يعني بغض النظر عن منطلقات الاسلامية الليبرالية العلمانية غيور يحب بلده بانه يقبل بانه تضر كل القرارات الامريكان ويقول انه راح نبقى ما نطلع اكوا واحد طين واحد يقول يابا هذا منطلقات الليبرالية العلمانية الاسلامية أكوا واحد يقبل فبالتالي عندما اي يقبلون يعني هذا مو ما اعتقد بانه هذا ملتسق بهذا الارضو وطن ابدا شوف تلقى وضعيته وتلطيبات هذا مو يعني النواب السنة وبعضهم يقول لك احنا نريد الامريكا لا مو هتشي حتى يوخرون من داعش ما عدنا ثقاحنا حتى السنة خلنكون منصفين السنة لا يقبلون بني ويكون هناك قوات أجنبية من هذا العلاقة أبدا وحتى الأخوان الذين لم يحضروا كانوا نحتاج إلى نقاش وهناك تخوف أنا هذا أخوي ابن البلد هذا ما يخالف أمد إلى رقبتي وأتناقش ويا وأقول لشه المخاوف أهل بيت نعم أهل بيت فبالتالي نتناقش نختلف واحدة اثنية ثلاثة لو أهل بيت دكتور عفوا لو أهل بيت كان رئيس البرلمان في جلسة إخراج القوات القانون والتصويت عليه ما قعد حال حال بقية النواب أكو زعل لا 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 حتش مداخلة مداخلة بالضبط بس قال أنتو لكم بعد خلاص لا لا حتش مداخلة والمهم كان موجود بغض النظر وقلت لك والسن ما موجودين هو موقف مواضح يعني جدا بس بعضهم هناك موقف يقول لك يا بأنا أريد قوات أجنبية على الظل عراق احتلال وواحد يقول لك لا أنا موريد قوات أجنبية يا بأنا عندي تخوف وبعضهم يتخوف يقول لك هناك قوات موجودة حشدية هناك وهي ذاته طابع كذا طبعا هو تعرف أنت ما يقارب 30 إلى 40 ألف بين قوسيين من أخوتنا السنة في الحشد الشعبي بالتالي هي مداتة مثلا فقط صبغة شيعية أقروا حشد عشائر موجود ولكن يقول لك أبأنا متخوف ما يخالف يعني هذا لازم أتناقش لازم أتحاول يقول لك شنو تريد خلي طلعوا من المدن هذه ما عدي مشكلة من المدن هم موقعهم خارج المدن الحدود لحماية هذه المناطق وهذه الدول فبالتالي هذا ما يخالف هذا أخوي يخلينا اختلف في وشاة النظر أتناقش شوية بيوم بسبوع بشهد لازم يختنع بالتالي عندما أطيت تطمينات من أنا أخوك أنا هذه المناطق أطيت عليها الدمار اللي هي مناطقك من أجل لأن يكون هناك استقرار وبالتالي أنا معني بأن يكون هناك استقرار أمن وسياسي في هذه المناطق أما الأمريكي من يقول لا لا أكو جراءات أكو جراءات سياقات سياسية ودبلوماسية نستنفذها جميعا غيرها القانون الشرعي والقانون الوضعي يتيح لنا مواجهة هذا الاحتلال وبالتالي عندما خرجت خرج الاحتلال نهاية 2011 كانوا أتمنى المفاوض العراقي اللي كانوا جزء يتفاوضون والأمريكان في خروج الاحتلال شوفوا قلهم المقاومة أشقد كان لها دور كبير جدا دور كبير جدا في خروج الاحتلال الأمريكي لأن كانوا يطون تنازلات لأن كانوا يخافون أما نطي جانب سياسي حتى نطلع و أما نطلع وبالتالي آخر دبابة خرجت هي كان هناك ولاحقها الصاروخ فبالتالي لدينا القوة لدينا القدرة ولكن نحن نستنفذ وفق السياقات السياسية نعم الحكومة العراقية من شأنها عندما تجيب مدربين سياسيين عفوا دبلوماسيين فنيين ولكن تحدث هذا العدد والقدر نحن لحد هذه اللحظة بلدنا مفتوح نحن من حقنا كل دولة المفتوضة لا تحتاج و لا تحتاج على كلامنا نحكي نحن هذا بلدنا نحن نريد السيادة نريد استقرار عندنا شون تريد السيادة و استقرار دكتور نعيم و أنت تعتقد أو تؤمن و تذهب بهذا المزاج أنه نرى أن حكومة الكاظمي ربما قريبة من الميور الأميركي كيف تعولون شون تتعولون على إخراجه أول نظامنا بلماني نحن ندعم جاي الحكومة بالعكس نحن لا ندعم الحكومة و نقول لهم يابقوا سياقات واحدة من قضايا هي جدوة الانسحاب لأن هذا قرار بلماني حتى بالمناسبة حتى المنهاج الحكومة عندما تم التصويت عليه شرط من الشروط بأنه يجب تضمين جدوية الاحتلال هذا واحد ثانيا أنا أتكلم حتى سواء بالداخل العراق أو خارج العراق نحن نتكلم على وطن نتكلم على حدود نتكلم على سيادة حتى قوات الاحتلال النفسة من تصوح تقول يابا هذا الجماعة يتكلم بهذا المنطق يجب خرج الاحتلال ما احتقى بأنه هناك احتراضات تظهر ليش لأن ماك واحد و ماك واحد يحب بلده يقبل أن يكون هناك احتلال لذلك نحن نقول نحن بلد من شأنه و من يعني يجب أن يكون بلد مستقر سيادة وطن مستقر ستقل لكم مشاكل هنا و هناك طبيعية جدا بس هذا ما يتيح للآخر أن يحتل بلدنا حتى نغادر هذا السؤال دكتور لقمة العيش أهم لأخراج الاحتلال طبعا هاي ما اسمه هذا أنا احتقى السؤال يعني والله لسان الناس لا 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 ما يناسب أبدا هذا مو سؤال سؤال إنسان يعني هي أموتا وأعيش بكرامة أظم نعيش أبقى عايش و شبعان وبذل أبدا ما نقبلها لذلك أقول من كل ما الإسلامي و غير الإسلامي والليبرالي والعلماني ما ممكن أن يقبل أطيك لقمة خبز و أعيش بذلة لا عيب هذا العراق ما يسويها ولا يتكلم بها ولا يضع هذه الموازنة يعني أن نعرفها هذا من يحتيها يقول لك هام و ليش يعني هذه المعادلة ليش لو أجوعك لو أخلي الأمريكان شون سبب ليش بلد أنا نفطي بلد ممكن أزرع بلد ممكن أصنع من قل بذور القادون ما خلّوا شي لا هذا كلام غير صحيح يقول لك لا أمريكان كل شي بيتهم هم أكو في أمن الناس ترى بأن أمريكا لا يمكن مخالفتها أمريكا قدر محتوم على الشعوب أمريكا قدر مثلا إله يجب عدم مخالفتها بالتالي هاي شوف روح فنزا ولت روح إيران شون صار بهم يعني شون اللي يصير مثلا هسبب بلد يعني شبههم شوف بلد الزراعي و بلد صناعي و في طارق حياتهم هم أمام التفقين والأمريكان احنا ما نريد نسوي عداء بس بنفس الوقت نريد نعيش بكرامة نحن اللي نطرب نعيش بكرامة ما نقبل أن يكون هناك احتلال ولا نقبل أن يكون هناك أجوعك لو أقبل بالأمريك لا والله أجوع وأموت ولا أقبل باحتلال طيب دكتور نعيم لو نقارن بمواقف كتلة صادقون النيابية أكو اختلاف نسبي بين المفارقة اللي صارت من اعتراضته واستنكرته على الاعتداء اللي صار قبل كم يوم على المتظاهرين في بغداد للرفحوين بس ما استشعرتم أيضا كإعلامين وكمراقبين على شهدات التظاهرات والاعتداء اللي صار بحقهم في منطقة في المحافظات الجنوبية وفي بغداد ليش هاي الحماسة سؤال مهم سؤال مهم حسنت أولا كل متظاهر سلمي نقف معاه وصوتنا عالي وياه أبدا كل متظاهر ولدينا مواقف عندما تعرض المتظاهرين في الناس كان لدينا موقف في مجلس النواب وطالبنا مقاراة الشمري وكان موقف فارح في الإعلام ولكن أبدا احنا ما نقف مع من يحرق مؤسسة أو يغلق مثلا مدرسة أو يقطع طريق للناس هذه العامة طرق عامة أبدا ما نقف لأن هذا مخالف للقرنة مخالف للشارع مخالف للناس الناس ما تقبل يعني تعطي المصالح الأم وتعطي المصالح الناس لذلك تشوف من تقطع الشوارع شوف الناس شون رد مالته من تغلق المدارس شوف شون نتيجته الآن شون نتيجته وسبياته وهذا حذرنا من عدة ويا كتا نفسي تاكسار أحمد روح بالأرض شوف وشوف حذرنا من هذه القناة قلنا هناك خطر كبير جدا لذا بقى المدارس مغلقة يعني احنا أصلا لا نريد أن تشارك بأزمة كورونا وحذرنا بهذا الجانب أما اللي حصل يعني المتظاهرين جماعة رفحاء احنا شفنا بعض المتظاهرين قالوا احنا راحين يا بالتظاهر السلمي أخذوا إجازة إجازة من الناس وهذا حق مكفول جانب قانوني مزيد وإحنا ما نطالب يعني هناك تشويه لسمعتها ولا بغض النظام أنا ضد أن يكون هناك ازدواج الراتب تتتتتتتشين وكان مطالبهم ايه قطعوا عننا الله من زوج الراتب احنا ما عندنا مشكلة بس كنا على كل الفئات ليش أكو استثناء فئة عن فئة مثلا ليش حلبتش ليش جماعة الانفاء ليش كذا كدكتور نعيم أنتم ضد فكرة ازدواج الراتب طبعا أكيدا موقفنا واضح جدا نحن ليس مع ازدواج الراتب ولكن هناك قانون نحن نتكلم الآن بقانون ونتكلم الآن بعدالة اجتماعية هناك قانون بأنه يا ب سجناء السياسين مستثناء من هذا القانون هناك قانون مهسة قانون من الزمان بأنه ما كانوا ازدواج الراتب طيب ولكن هناك استثناء ليس جناء السياسي فأنت تيجي إلى فئة معينة فئة معينة ليش والفئات الأخرى التشويه الإعلامي الكبير جدا هناك كذا كذا هذا مصحح مناطق شوف يعني أنا لا أتكلم مثلا أكون شخصيات مثلا بالخارج متنعمين بس إذا تروح الآن إلى مثلا الناصرية روح إلى البصر روح إلى السماوة تعبانين حين شوف شوف التضحيات خصوص هؤلاء المجاهدي التضحيات الكبيرة جدا ثق بالله الكريم أنا قبل أشهر رحت هناك عوائل عوائل بالكامل أبيدة بيوت غيرها غيرها تضحيات كبيرة جدا وإجاوا يعني مو يأقرانهم يعني ناس تطورت كذا كذا فأنا أجي أقطع راتب وشي جاء كل وعي يعني أنا هذا اللي هزن بصراحة كل وعي يقول لك أنا ما أعدي مشكلة إذا قانون الزواج اللواتب على الجميع أنا ما أعدي مشكلة بس لا تستهدفني بس أنا فهذا منطق فأنا ليش ما أقف أنت السرح ما توقف فيها لو ما توقف فيها أنت سألك بالله من يجيك شخص يقول لك أنا وي القانون بس خلي على الجميع لذلك هناك فئة بعضهم بالإعلام يحول هذا الكلام ها الجماعة وي مززوجي اللواتب ها وي جماعة ربحها وكأنه سبلاء مصحيح أنه يجب أن نفكك بين هؤلاء الناس إجوا بالتظاهرة وتم قمعهم بضضبهم قمعهم طبعا ضضب هناك ضحايا موجودين من الاعتداء لهم قوات الكارمي ولا القوات العراقية لا مواكف أراق لا لا نحن نتكلم من المسؤول عن هذه نحن حتى لو اختلفنا مع بوشات النظمة مع السيد كارم ليس مجانب شخصي أبدا لذلك نحن نحافظ على هيبة الدولة وعلى مكانة رئاسة الوزراء فبالتالي حكومة الحكومة وحتى هؤلاء الموجودين دولة دولة أيضا الجيش والشرطة يتجيهم أوامر دولة أخوتنا اللي أقول لأستاذ أحمد هذا منطقة يعني مهمة جدا أنت الآن يسألك أستاذ أحمد من يتجي كشفاء متظاهرين ماخرين إجازة مخولة بالتظاهرات ما قطعوا طريق يقول لي يجوا يقول شوف فإجوا يقول يجوا قطعوا الطريق الجيش والشرطة مثلا قطعوا الطريق حتى يسلز دحامات يقول علما إحنا أصلا ما سدينا الطريق وإحنا جاي نطالب بتطبيق القانون أنت سألك بلا شنو موقفك تأيد لو ترفض دكتور الساد أحمد عزيزي يعني أنا اللي يجي يجاوز عليه أسكوت مثلا خليني بس أسأل هذا السؤال أنت الآن و أنا شغلتي أسأل أنا بررشيد شغلتي أسأل لاحظة دور خلينا نأخذ دور نحن المقدم لحظة وحدة أقول لو تجيك في أمن الناس بغض النظر في أمن تكون تقول له كابا أنا أطالع المتظاهرين أخذنا الموافقات بالتظاهر وإحنا جايين ليش استثني بس إحنا استهدفتونه إما طبق القانون طيد على الزواج طبق القانون على الكل رفحة حلبشة انفال كل طبق القانون فإذا طبق القانون أنا في خدمتك وأحترم القانون وأحترم الدولة لأن أنا ضحيت وأنا كذا كذا وأحظت جعل بيتي أنت شنو موقفك تأيد لو تلفظها أو لا والله دكتور بشكل عام الحكومة تقول لك أنا لا أعدي فلوس ما أفعل لكم حبيبي صاد أحمد هذا التهلب من الجواب اليوم أنا أخذ دول المقدم وما أترك هذا السؤال لا لا أعدي محاور أخر لا لا ما أترك هذا السؤال أقول لك أنا اليوم خلال أخذ دول المقدم دكتور لاحظ بس محلي بلع لك دكتور شوف أنا بس أنا كمواطن عراقي عشت قبل 2003 وعشت وراء 2003 هذا اللي سانحان الناس لازم يدكل كلها كلها سوا هاي مشكلتنا شوف مونت السؤال السؤال أستاذ أحمد طيب برضي أستاذ أحمد ودوحتك أستاذ أحمد هاي مشكلتنا الحقيقية ترى ليش من مشكلتنا الحقيقية بأنه المشكلة ما نفككها يعني ها فلان أي توجه جمعت الزواج الله واتب لا مو صحي تشوي وشيطنة الناس مو صحي طيب لأن دول عوائل وناس وعشائر كريمة ذول يعني يعني شوف دول اللي مثلا برافحة يعني هاكو ناس موجود بالخاج بس شوف الناصرية شوف السماوة اللهم مواقف تاريخية ومضحين فأنا ما شيطنهم مو صحيح هاي فئة كبيرة جدا يعني يعني عمق لهم بالمجتمع العراقي فأنا من أجي أنا ما جاي يدافع عن رواتب المزدوج أنا أقول بضضد يجب عن الحكومة العراقية أن تقطع عيرات ومزدوج أنا وياك بس أقول مني يطلعون فئة متظاهرة أول مرة هذا حقهم القانوني والدستوري نعم ويقل لك أنا أطبق القانون نعم يعني عجيب جاي يقل لك أتمنى هاي حماستك الوطنية بس بس باللعلك أتمنى أشوف هاي الحماسة في البرلمان مع ضغوطات لتشكيل محكمة لقتلة المحتجين أكو دماء راحون بالتظاهرات هاي حماستك موجودة قلت لك مع كل بري وحماستك موجودة أيضا لازلتم ضغطين إلى الآن وتطالبون بمحكمة ولحد هذه اللحظة وطالبنا ولحد هذه اللحظة نطالب القانون يعني احنا الآن متابعين القضاء ونطالب القضاء أيضا مو بس هاي انت تعرف هناك جريمة شنعاء جريمة ارتكبتها لقوات الأمريكية على أرض العراق وهو الشهد القاد أبو مهد المهندس لحد هذه اللحظة المفروض احنا الحكومة العراقية أول ما تطالب وتقول مدعاوة وقال بياء وذ اتفاقية قامت بضرب الشهد أبو مهدي المهندس انتكى عراقي فحماستنا قل لا شيطنة هذه الناس وكفئة تأخذ أرجع لسؤالك اللي انت ما جاوبت علي تهربت من عد أستاذ أحمد حاول تأخذنا بس أرجع لك أنا أقل لك قل هؤلاء الناس تبقى وطانون قطع ورواتبنا المزدوجة بس خلوها على كل الفئات مو بس احنا زي ليش ما تأيتهم بالعكس هاي فلصة ذهبية للحكومة العراقية أنه أحقق موضوع العدالة الاجتماعية في اللواتب العدالة الاجتماعية بس اللي عاش قبل 2003 ما عند عدالة عزيزي جاي قل لك قطع لواتبي جاي قل لك قطع اللواتب ماتتي عجيب يقل لك قطع اللواتبي ماتتي ولا فلس ولا فلس بس ايه قل لي هي شي طبعا ايه اقل لك قطع اللواتب عزيزي رواتب قطعة المزدوجة اللواتب لا مو بقانون المزدوجة اللواتب بقطعة ما عندي مشكلة بس ايضا طبق على الفئات الاخرى من الفئات الاخرى مثلا وقلت لك الانفار الحلب تشكلهم ياخدون نفس القانون نفس الفئات الموجودين فلش ما تطبقى فانا من يجيني شخص يطالب هذا المطالب اللي هي دستورية وقانونية وسلمية ليش ما ايده يعني شون السبب ليش لأن درقى مثلا كان له موقف مثلا ضد البعث وضد صدام طيب اي شخص انا الان من من برك اي شخص يطالب من زوج الرواتب اقول والله هذا انسان ما يخاف من الله وموطني وموطني بس من يجيك يقول لك لا انا انا بقانون روح غير للقانون اكون موابي سلمون ازدواج رواتب لا شون ما نزو ماكو ماكو لا احشي لك هسان على لا لا هس اقول لك استجين سياسي لا لا ماكو فهما مستثنائين بس السجناء السياسي لا لا مستثنائي سياسي واحد يعني مستثنائي فجاي يقول لك استثناء فق 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 وحدة فتين ثلاثة فأنت اشمل كل القانون كل الفق بمتاز وانت بالعكس هذا اللي راح يقبلون الحكومة العراقية المواطن العراقي كله يقبل بس انت مو تجي يقولها والله انتم ايدتوا جماعة رفحة مزدوجة الرواتب لا مصحح مو هذا الكلام احنا ايدنا شريحة مهمة من المجتمع العراقي تطالب بتطبيق القانون ويقول لك ما يخالف اغطع مزدوجة الرواتب بس كل الفئات مو بسانة جيد بالنسبة لجولات التراخيص دكتور نعيم تعتقد اصابة الحكومة قبل لا اجوبك اتفضل وهناك قضي ايضا اساسية مهمة جدا ايضا نتحدث احنا تعرف الجريمة هناك بشعة يعني ارتكبتها الامريكان القاتل معروف وواضح القاتل واضح ويقول لك انا قتلت والمجني عليه موجود اللي هو الشهد ابو مهد المهندس وضيف العراق حاج قاسم وايضا لا اتفاقية لذلك قتل بعض يقول لك الامريكان بقيا اللي خرقت الاجواء وقبلها يعني طائرات تقصف مقالات الحج الشعبي ولحت هذه اللحظة مجلس القضاء طبعا خاطب الحكومة توجد لديكم اتفاقية تجيز استخدام القوات الاجنبية ضرب اهدافي داخل العراق ولحت هذه اللحظة ماكو ولحت هذه اللحظة الحكومة العراقية ولحت هذه اللحظة الحكومة العراقية لم تقوم بأي خطوة ليش ما تقوم ونحن مستغربين بصراحة ولذلك يجب هذه الدعوة أيضا من بركة صادر أحمد الحكومة العراقية بين هذه القضية تخص مشاعر الناس تخص مشاعر كل واحد إنسان غيور دافع يقول لك قال أحضر لا لا مقضيهات جريمة بالتالي ليش الجمهور الإسلام الإيرانية سبقتنا بهذا الجانب وقام الدعوة وراحل حتى لو كان الجانب علامي حتى لو المهم أنت تقدم حتى الناس تحترمك حتى الدول الأخرى تحترمك بين أنتم تصويتها وجريمة في يا منطق مثلا أحد الرموز الذي هو الرمز الأول في الحجد الشابية تم اختياله من قبل القوات الأمريكية لقاتل إرهابيين فبالتالي أيضا الحكومة العراقية معنية بمتابعة ما يخياركم إذا الموضوع سوف ما يسوف ما يسوف أبدا ما تسقى دكتور نعيم قضية مصيرية كل مشاعر أنت الآن أمريكي يستهدفنا ويستهدف بالطائرات ويقصف وأحد الرموز الرموز هو القاد الأول في الحجد الشعبي الحاج رحمة الله علي أبو مهد المهندس فبالتالي ما ممكن أن نسقت بهذا الجانب هناك جانب قضايا لذلك الحكومة العراقية معنية لأن هذا مواطنها وأحد رموزه وأحد الأجهزة الأمنية المهمة جدا اللي هو الحجد الشعبي ولحت هذه اللحظة اللي نحن مسجدينها الملاحظة لم تكن هناك إجراءات جدية طيب دكتور نعيم جولات تراخيص جوابني عليها حتى تنتقل أو قبل الجولات تراخيص عفوا خلينا شوي بالجانب الأمني ما بعد الكاظمي ما بعد فترة الكاظمي وهذه الأيام الأخيرة زاد القصف على السفارة على بعض المواقع في مطار بغداد على المواقع العسكرية من هي الجهة المستفيدة من هذه الممارسات وهذه الخطوات بالعكس ماك ما استادت لا زادت دكتور لا بذاك زمن أعتقد أكثر زمن الكاظمي أكثر شوف قضية موضوع السفارة أكثر القيادات اللي حجت يعني نعم أنا أعتقد بأنه بعيد كل البعد عن الفصال الأساسية فصال المقاومة أبدا أستبعد تماما ليش دكتور هناك عدة داعش هناك عدة ملاحظات شوف أما يكون هناك طرف مخابراتي وحاول خلط الأوراق لأنه الموضوع أنت من تضب السفارة ما تفعله يعني شنه نتاجة ما بأي نتاج ونرى نفس المقاومة دكتور نفس المقاومة يقول لك هذه سفارة هذا احتلال لذلك نحن نريد أن نقاوم لا لا كلهم أغلبهم قالوا بأن البحثات الدبلوماسية ما لها دخل بالموضوع نتبرأ من هذا الموضوع أغلبهم يعني مو كلهم بس بنفس الوقت على السفارة أن تحترم سياقات عملها الدبلوماسية مو دخل يعني هنا مضادات طائرات يعني شايف ركت سفارة مضادات ما الدفاع الجوي بيها ما صار هاي ثكن عسكري راح تصير أنا أتكلم سابقا زي ولاحقا حتى لاحقا ماكو أحد يعني تكلم قال يا بأ احنا نستهدف وفصال المقاومة لقد استهدف قالت يا بأ احنا نستهدف وأيضا بصمات مو بصمات يعني بصمات ربما تدقاهم لهواث لهوا أصلا قلق يحاول أن يخلط الأوراق لذلك الجماعة يعني سواء كان الفصال وغيرها عندما يتبنون هذا الموقف يتبنونه بشكل رسمي وهم يقولون نحن بالنسبة لا نتدخل إلا إذا استنفذت كل الأوراق الدبلوماسية والسياسية لدى الحكومة العراقية ولدى الشعب العراق ولدى مجلس النواب العراقي في تلك الحالة القانون الوضعي والقانون الشرعي يتيح لنا 17 سنة 17 سنة كل الأوراق استنفذت شين تضرون مثلا لا لا مو استنفذت حاليا وضع يختلف يقول لك خرجت هي القوات الأمريكية ناية 2011 خرجت دخلتنا من الشباط مرة ثانية قريطة التحالف الدولي وهذه اللحظة يقول لك نحن بالنسبة هو جاي يقول لك أنا ما جاي أضرب اللي أريد أضرب يقول لك يعني الجاة المستفيدة هي خارجية برأيك دكتور ربما أعتقد تحليلي أو لا ربما هوات بعض الشخصيات اللي هي ما معسوبة على الفصال مرة قلت لأخ ناب عوات تحياتنا للنائب عن كتلة صادقون قلت وقصفته قال لا نحن بعدنا ما قاصفين لا نحن بعدنا ما قاصفين قلت له قال ننتظر إجراءات الكاظمي بإخراج القوات الأمريكية وعدنا كلام آخر هو كل واحد هذا تهديد دكتور لا لا متهديد هو كل مواطن عراقي كل مواطن عراقي بالعكس هذا يساعد الحكومة العراقية بأنه الشعب ما قابل برلمان ما قابل يجب أن يكون هناك جدول أنا أعتقد بالعكس لماذا لا تأخذ جانب إيجابي للحكومة العراقية سيضغط على الأمريكان خب نحن لا نأكل تحياتنا للأمريكان خلاك وفد في أم معين قلت لك لا كل شخص غيور إلى حق بأنه يواجه أي شخص غريب على بلده موجود على بلد فبالتالي طبيعي جدا حتى المواطن العراقي باش عقب يقضل أحجار ويضرب مو أكون ناس قضت أحجار وضربت الدبابة هذا أيضا نوع من أنواع المقاومة طيب الجولات التراخيص الخطوات الاقتصادية دكتور نعيم الأخيرة ما القضية جولات التراخيص النبطية وغيرها منحظاتك عليها اللي ذكرتنا نعم هذا نحن تعرف اللي صار قرار مجلس الوزراء وكان قرار بالصراحة أثار يعني استغرابنا وكذلك اللقي العام الشركات تعرف يعني في العقد يعني لازم ينتهي هو بـ 22 بالعقد ممكن أن تمدد خمس سنوات ولكن هاي يشنه بنقاشات وحوارات ومحاضر اجتماع بين هذه الشركات وبين هيئة العلامة للتصالات على غفلة يعني تم تمديد لها خمس سنوات ومن ثم أعطيت إليها ثلاث سنوات والله أنتم عندكم ضرر في قضية داعش وقضية كذا فبالتال صار ثمان سنوات هناك ديون وتلك واضح جدا لهذه الشركات واحدة من الشركات 375 مليار دينار واحدة 375 مليون دولار واحدة 200 أو 165 بالمليارات بالمليارات لحتى هذه اللحظة هذه الشركات لم يعني تسدد ديونها وكانت تتحجج بقرارات وتمييز من محاكم أخرى نحن جبنا كالجنة التصالات والإعلام جبنا قرار من مجلس القرار العلاقات بأن قرارات مجلس الطعن في هيئة العلام والإتصالات هي قرارات باتة وملزمة وبالتالي يجب أن تسدد الشركات ولم تسدد وكانت تهرب وتقول ليس مديونة بالله عليك عندما تحترف وتقبل الشركات بأنه نحن نوافق نضطي 50% و50% بالأقصاد هذا مو احتراب بأن هناك ديون كانت متلكة بها هذا واحد ثانيا الأقصاد كيف أنا أقصد على هذه الشركات بدون منفعة للدولة هذا اثنين ثلاثة نحن عدنا بالموازنة 2019 قانون الموازنة واضح جدا بأنه يجب تزديد كل ديون هذه الشركات لهاية الإعلام والإتصالات ولمدة 60 يوم من نفات هذا القانون ولم تسدد هذه الشركات ليش فبالتالي عندما هذا التلك الواضح من هذه الشركات فكيف أكلمها يعني بتمديد العقد لمدة ثمان من يتحمل هذه الأخطاء وجولات تراخص وغيرها قرار مجلس الوزراء يتحمل هذه المسؤولية السابق ولا الحالي الحالي لماذا أنت تطع هذه أنت تضي بها بأن هناك تلك لماذا تطع هذا التمديد أجل أضغط على هذه الشركات تعال نفذ تشايف لك شركة تقول لك أنا والله ما أطي ضربة بالبغدار تشايف لك الحد لا ما تتفع ضربة وين صايرة ما صايرة ما صايرة فبالتالي هناك تلك واضح جدا فلن أخرج هذا القرار دراماتيكيا بأنه انتقال من جيل اللابع وهذا التطور وهذا كذا نعم أنا مع التطور وأنا أكثر في محفل تكلمت بينه هنا مع الاستثمار مع دعم القطاع الخاص بس يجب أن تكون هناك شفافية في موضوع العقود ممتاز موضوع العقود مهمة جدا الخدمات الخدمات هناك تلك واضح جدا هناك بعض الشركات بنيات التحتية لا ترقى لمستوى الجيل الثالث كيف أعطيها الجيل اللابع بأقل من دقيقة جدا دكتور تعتقد سيناريو إقالة الكاظمي مطروح في الكواليس السياسية ولا مبكر جدا تعتقد سيكمل طريقة لو راح نفس الطريقة يقول فرصة سعيدة حسب مسيرة الحكومة يعني رؤيتك يعني أقول أن حسب يعني بهذا المستوى بهذه الأرضي بعراق شوف كل واحد يقول لك راح هتش و هتش قلها موصف كل ساعة هناك أحداث متتالية فبالتالي لا نريد أن يكون هناك أزمة في هذا البلد بالعكس نحن ندعم أن يكون هناك استقرار سياسي واستقرار أمني وندعم توجهات الدولة عندما تصل في مصلحة أبناء بلدها ومصلحة العراق وسيادة العراق فعندما تكون تجي حكومة وقلها كان سيادة العراق مخليتها من أولوياتي الاقتصاد الأمن الغيظة فلماذا لا أدعمها بالعكس شكرا جزيلا دكتور نعيم العبودي الناطق الرسمي باسم كتلة تصادقون النيابية شكرا جزيلا شكرا لك سيدنا شكرا لكم سادة الكرام السلام عليكم وإلى اللقاء